أكدت معالي السيدة فوزية من عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب أن ما حققه الفريق الوطني الطبيب من إنجازات كبيرة في التصدي لجائحة كورونا يعكس تطور المنظومة الصحية الشاملة والمتكاملة في مملكة البحرين ويعبر عن التقدم التنموي لمسيرة الوطن بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا جاء ذلك خلال لقاء معاليها سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة والوفد المرافق حيث أشادت معاليها بجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والقيادة المتميزة والمتابعة الحثيثة من سموه لفريق البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات التي ساهمت في تحقيق الإنجاز الوطني البارز والذي نال الإشادة والتقدير من العالم ومنح سموه حفظه الله جائزة القيادة من قبل منظمة سي ثري الأمريكية تكريما لإنجازات سموه في مختلف المجالات وقيادته للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتقديرا لدور سموه في تنمية وتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية معربة معاليها عن بالغ التقدير والاعتزاز لجهود القطاع الصحي في المملكة وبتضحيات الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية وكافة العاملين ضمن الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا بما يترجم روح الشراكة المجتمعية ويبرز صور التعاون والتعاضل الإنساني في مواجهة تداعيات الجائحة وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب ووزارة الصحة ومناقشات عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتشريعات الصحية وخطط ومشاريع وبرامج الوزارة لتطوير المنظومة الصحية وفقا للمعايير الدولية وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر